أكد وزير التجارة وصناعة ووزير الدورة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الرودان أن الوزارة تتابع أسعار السلع وتحارب كل وسائل الغش التجاري مشددا على حرص جميع العاملين في الوزارة على الحفاظ على جودة المنتجات في جميع الجمعيات التعاونية نعم حسن وأشاد الوزير الرودان خلال جولة تفقدية مع عدد من النواب في مجلس الأمة حول بعض الجمعيات التعاونية في محافظة الأحمد بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الجمعيات التعاونية معلنا أيضا موجود خطة عمل لتطوير العمل التعاوني وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الرودان حرص الوزارة على متابعة أسعار السلع في جميع الأسواق والارتقاء بالعمل التجاري بما يواكب التطورات بالأنظمة الحديثة هناك اتحاد جديد للجمعيات يجب إعطاء الفرصة كحنا أيضا وزارة وحكومة جديدة ونبحث للتعاون ما بينه وبينه لأن الجمعيات التعاونية هي تمثل العصب الحقيقي لكل الأسعار الموجودة فهي قوة الشرائية الأكبر ومتى ما نجحت هذه الجمعية بالتفاوض وتنزيل الأسعار بهذا الأمر احنا كوزارة تجارة نحارب الغش التجاري وزيادة المصطنحة وغير ذلك صعبة علينا نتركيز وتركيزنا عن المواد الأساسية لذلك هناك رغبة شديدة أمانة هناك أكثر من 390 مراقب طول رمضان قاعد يفترون الجمعيات التعاونية المختلفة والأسواق المركزية وكثير من الجهات المختلفة هناك جهد يعيب ذلك من أخوان بالدارة الرغبة في وزارة التجارة وحماية المستهلك وإن شاء الله القادم مفضل النائب الحميد الاسبعي عضو مجلس الأمة أشاد بدور وزارة التجارة والصناعة في متابعة وملاحقة كل من يسعى إلى الغش التجاري وارتفاع الأسعار خطوة متازة يعني يشكر عليها معالي الوزير في مراقبة الأسعار في شهر رمضان احنا عرف أنه دائما في شهر رمضان تكون هناك زيادة في الأسعار تكون هناك جشع من البعض يحاول أنه يفرض أسعار على الناس في وقت الحاجة الزيارات هذه معالي الوزير يقول الآن أكثر من 22 جمعية نهاية 23 جمعية في خلال 6-7 أيام 8 أيام رمضان فهذه يعني يدل على أنه هناك رقابة جادة من وزارة التجارة على الأسعار إن شاء الله تستمر طول السنة ما تكون في فترة رمضان فقط إن شاء الله تستمر على طول السنة نتمنى أنه ما يكون هناك تجاوز على الأسعار نتمنى أنه إن شاء الله التجارة تفرض رقاباتها من اليوم لنهاية السنة على باقي الجمعيات متفألين خير بوجودها الوزارة الجديدة حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والارتقاء في العمل التعاوني والتجاري هدف تسعى إليه وزارة التجارة والصناع وتحرص على تطبيقه نواف الشراكي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر